ولكنوا مقطع لنا هذي احنا رعا مصرقنا اشفيهم وهدوك ناس لا كريل جميل الجزائر ما شف مصلحة هذا الدرق هذا حالا ما اسبع علينا لمسافة من ناحية السوايع وتكلوا فاق والجزائر كتحاول تصرف هذ الخسائر الدبلوماسية ديال تفكروا شوية فهذا القارة اللي داروه لنا قارة جائر بصراحة هذا حق الدفين هذا حق تيرجع التاريخ دياله الف وتعمية وتتوستين والمغرب قدم الجزائر اعانات مادية ومعنوية والدليل على ذلك ان الوزارة ديالها نردش تشكلة حكومة ما كانوش عنده بسيارات حسن الثاني اللي رحمه هو اللي صفت له بسيارات وهذوك ناس لا كريل جميل واحنا ما كان اعترفوش بهم لنا احنا الشعب الجزائري شاقيق ولكن هذوك العاجزة الناس اللي ما عنده بتقافة كابرانات مقاجين دوزوهم كلاس يعني فلارمي فرانسين وصلوا للحكم لا عن طريق الديمقراطية ولا عن طريق انتخابات ولا عن طريق استفتاء الانتخابات اللي دست اما الدليل على ذلك الشعب القبائي صوت بواحد في المياه والاخرين ثلاثة وعشرين في المياه واش هذي فراندارك ديمقراطية اما دون تسمى الجزائر هيري هنونا لانها تشكله الحساد الحساد والحقد والداغين حاسدين لنا احنا غادين في التقدوم وكما تقول المثال القافلة تأسير ولكلا بحاشا كتنباح الجزائر را تدير غالط وباش تسقطع هذه العلاقات هذه مع المغرب الجزائر مشيف مصلحة تديرها شي هذا راحقاش المغرب حالي في المالكة كان نشوفه كي حاول يجدد العلاقات مع الجزائر وبهذا هذا الجزائر كتدير واحد غالط كبير تشيلا نقدر نقول لك ماذا نحن انتفه يعني الجزائر تحاول تسهدف المغرب بهذا هاد شي هذا مشيفها لم أرى مصلحة الجزائر لحقاش المغرب عنده تحالف قوي مع الدول الأوروبية ودول متقدمة جدا الجزائر ستقدر ترجع للور بهذه القرار لا يعدي ومشي نقول لك أخويا هذا شيء لا أرى مصلحة ومشي نقول لكم يحاولوا يتراجعوا لهذا القرار وإن شاء الله وما يكونوا بخير هذا القرار ما عجبنيش في حقيقة لاحسا بحال نحن بحال ده بجينا نبينتنا بحال ده بدولة مع الدولة عرب نقوم بحال ده بمجيش أننا نقطعوا العلاقات تقع وفي حال ده بده بكوش صعب لأنني تنمى أموري بحال ده بغانا بحال ده بغانا مجيش دولة بحال ده بحال تونس ومجيش الميصر أو توركيا حال ده بأثباء علينا لمسافة من ناحية السوايع والتكلفة يعني قرار بحال ده بغانا غير في محله همتي؟ ومعا بحال ده بحال ده ب يقدروا يدروا شيء حاجة في المتقبل ويحيدون هذا القرار الذي يطبقونه لقطع العلاقات وقرار غير صائب من أحيان أن الدولة عرب وإخوان يسلمون بيناتنا حشوهم ويقومون بذلك يدرون هذا القرار ويقومون بذلك يقومون بذلك ويقومون بذلك ويقومون بذلك نقطع العلاقات بيناتنا فهمت؟ مهم بذلك يتمنى وغير الخير في مستقبل إن شاء الله أخويا هذا التصور هذا بدأت قريبا من هذا العام وشي شوية منين المغرب سيطر على المنطقة ديالنا بالقرقارات وإحنا نشوف الجزائر كتحاول تلقى شي مبريرة ديما بش يعني تعوض هذه الخسارة ديالها في هذه المنطقة واحتل الخسائر الدبلوماسية المتثالية لأن العدد ديال الدول اللي اعترفوا بمغربية السحراء واللي سحبوا الاعتراف بالبوليزاريو كيكتر خصوصا في إفراقية قريبا عندها بالتول والدول الإفراقية عندهم قنصليات في العيون وفي الداخلة وهي غادية تزيد خصوصا لمنطقة ديال الساحل ودية الغرب الأفريقية اللي هي منطقة مهمة بالنسبة للتنافس ما بين المغرب والجزائر والجزائر كتحاول تصرف هذه الخسائر الدبلوماسية ديالها حيث هي عند القضية الأولى اللي كتدفع عليها هي تقريبا قضية وطنية بالنسبة لها هي القضية ديال السحراء المغربية بغاية تشتت الوحدة الترابية ديال المغرب واحنا تقريبا احنا هي شعب واحد بحال يرا قلتي بحال يرا قلتي فلسطين مع الأردن تقريبا تقريبا شعب واحد يعني ما هذا الشيء هذا التصعيد اللي ديرها الحكومة الجزائرية والعسكر الجزائري بدون مبرير هو مسألة لكتدر الشعب ديالهم كتر من الشعب ديالنا لأننا نحنا يكمل مكان لحال عنا انتعاش اقتصادي وعنا رفاهية معيشية وهم اللي هم اللي هم اللي هكم يحتاجون أكثر ما هم Wenn i jeorg بسبة لها هذا القرار غير صعب فكي يخلق مشكلنا والليهم بحكمة جغرافية بحكم الجيران فاشنم منهم يتراجعوا لهذا القرار لنه درار اللي في الضوأ العجور كانت منهم لأنون ناف الناس يفكروا شوية ح relief كانوا يتراجعوا في حافة و أليس débussy وكانت منهم لاله يكون هذا الناس يُخَرُواEE منتمن في حاجة لي فقط في حاجة وما مغرب اللي كربط بينا وبينهم. هذا قرار غير صائب. تنتمنى من الله هاد الناس يكونوا يرجعوا للصواب ديالهم. لاننا احنا بس شعب الجزائر احنا الحمد لله شعب واحد. كان متلوع شعب واحد. وكانت قال الكابرانات الجزائر هي اللي حاكمها الكابرانات شو ما اللي حاكمه. كانتمنى من هات العسكري يتراجع على القارات. هات الجينارات يتراجع على القارات. يكونوا على صواب. هاتشي ما كيزيد المشكلة يعمق المشكلة بيننا وبينهم. وكانتمنى من الله يتراجعوا هاتشي اللي كيديرو. بسم الله الرحمن الرحيم. اه يا جزائر احنا ما كنا عتبروهاش. ولكنو ما قطع لنا هاتش احنا رعا ما صلوقناش في هم. والبارحة في سواح الطيارة كانت غادة من الريبات لتركيا. كانت نور مالمون كدير ربعات الساعات. قطعونا على قسم كاناش كندوزو محدة جزائر. ورغم ذالي قدرنا ربعات الساعات. اذا احنا يا محتاجين شغال الجزائر كسر من اللي ومحتاجين لنا. مصافيلا بغو هوا ننقاطعوا معاو. مصافراء غادي نقاطعوا معاو.